السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم سوف نرى المعلكة جوج الأشكال بخالط لكنها مختلفة تجي رائعة وقتصادية ومراحل جد جد مبساطة إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوني شمالي لايك فضلا وليس أمرا هذا أول مكون هنا الكوكاو هنا اختارت الكوكاو البلدي الحمر ذاك الرقيق لدي هنا 500 جرام الكوكا سوف نتحمر بكل سهولة ثم يتحمر حتى المرحلة ونرجع ان شاء الله من طبيعة الفرن يكون ساخن نحمره هنا بعدما حمرناه على هذا الشكل كل سهولة بهذا الشكل هنا سوف نعرف أن الكوكاو سوف يتحمر لا نحمره كثير من هذا كما قلت لكم 500 جرام سوف نتحمره 200 جرام 300 جرام اليوم سوف نخرج منها جوجة الأشكال مختلفة 500 جرام سوف نتحرك فيديو 300 جرام المرحلة ونفرق بها ونحاول أن ننقص القشور لا ننقص كل القشور لكن سوف ننقص ونرجع ان شاء الله لنزول المرحلة بعدما نقص القشور فرقناه نبدأ على بركة الله هنا نطحنه مرحلة ونضح لنا الزيت ونضح لنا الزيت ونضح لنا الزيت ونضح لنا مرحلة ثم نضحة ثم نضحة ثم نضحة 300 جرام كما قلت لكم ثم نضحة 300 جرام الكوكاو هي التي سوف نخدم بها جوش كيلات رائعين ولدات صراحة ومضاقات مختلفة ثم نتحنت الكوكاو لا تصور المقاطع المقاطع التي وضعتها لكن سوف نقوم بها في صندوق الوصف مضبوطة ونقوم بها seç. لدي لطفئ زيت نباتية والخمارة واحدة ولدام اللازمة كذا كاذب مثل الزيت عندما نزه زيت نباتية ترجمة قصة للمسيحة كارامل المقاطع نسمتها بالبودرة الكاكا والمر فهنا كما رأيتها على بركتي الله نكوّر العجين نكوّر العجين كامل بعد أن حصلت على الكويرات نضيف العجين نسمت بالبودرة الكاكا والمر ننزل نكوّر العجين أو حماد روض العجين نضيف عن طاعة الكاكا والمر سوف نستقبل القضاء ومن هنا أن نقوم بكوّر العجين نضيف الكويرة الولى في بعيد البيض ثم ندوزه في رقائق اللوز خليط العجيل بالفلون الكراميل ندل رقائق اللوز وكذلك ندل بودرة الشوكولات سكير سكير نبدأ نصوب الكوير في رقائق اللوز وسلق مزقى خليط البيض ونحاول ن gardةreto في الوسط لكن لم تصفل فقط تبقى كويرات في بيض البيض خلال رقائق اللوز ولكن تبقى عيند تبقى الحرار جميعا وغير الطعام سنقوم برقائق اللوز والرقائق اللوز نحاول ان اليد اللي يخص بها بياد البيض منقش بها الرقائق اللوز باش ما يخسروش ليوع مربع بالبياد البيض نحاول اني نتبت ذلك الرقائق باش يبقوا تابتين ويلسقوا لي في الكويرة ديالي على هاد الشكل هذا ونفس الطريقة وانا قاعدة حتى نكمل الصفيحة ديالي على هاد الشكل يعني كنحاول اني نتبت ذلك نصف ديال القرقاعة على هاد الشكل الوجه هاداك شوية البيض اللي كنوضع في القرقاعة غيباش يتبت لي القرقاعة وما يطيحش مني ندخل المعلكة ديالي الفران ما يتحيدش على هاد الشكل كنحاول نتبت رقائق اللوز في الجواني باش يعطي منظر المعلكة ديالي كي تجي زوينا وكتجي يعني عامرة برقائق اللوز في الجواني بديالها على هاد الشكل هادا ممكن ان انا يعني ما ندوزو هاش كاملة فرقائق اللوز ممكن ندوزو غي الوجه فقط فهدا هو الشكل ديالها كنت مني تكون واضحة غنكمل حتى نعمر صفيحة كلها على هاد الشكل هادا كما شفته هنا كملكت المعلكة ديالي على هاد الشكل فقد ندخل الفرن 180 درجة غنشعل تحت الفوق فقط خمسة دقائق لا غير من خمسة دقائق يعني ما تفوتو هاش لانا راها ما كتبغيش المعلكة تبقى في فران بزيف باش ما تنشفش لينا فقد ندخلها وغادي نكمل كما شتو دخلت ص وغادي ندوز يعني للشكل الثاني اللي انكهناه بالبودرة ديال كاكاو نفس الشيء كندوزو في ذاك البيت لباش ما يضايش ليه لكن اوكن ندوزو كذلك في سكر سقيل هنا عندي سكر سقيل او سكر سبيسيال يعني ذاك اللي خاص بالحلويات يعني كي يكون يعني فيه انشاء يلما عندكش هاد السكر سقيل هذا الاسبيسيال ممكن تاخذي سكر سقيل عادي وتوضعي في واحد نسف كأس ديال ناشط دورة وتخلطي معه يعني ويقضي الغارض في المسألة هادي هنا بالنسبة المبتدئات يحضرون حينnga غريبه هاو واحد الغربي meille يا لاء ما يعرفوش تتعاملون معاه في الفورن ما غاديش تضعليهم او جميعي درطق ليهم في الفورن يعني بنسبة الالمبتدئات نصي حكم يقوم أدويتها في المزهر يستحسن الضع MirnaH سوف نضغط خفيف على كويرا سوف نضغط خفيف على الزفل نضغط خفيف على الزفل خليط مختلفة و يدفعون رائعين اخرى المألكة رائعة لديها المألكة من مداقة كراميل كراميل نعيش تطرقها و نشفة نهائيا والمداقة كراميل يدفعون رائع يدفعون بشيء كراميل وهذه هي المعلكة اللي نسمناها بالبودرة دي الكاكاو دي الشوكولات كتجيتها هي كذلك على الشكل كتجي مشققة وكتجي ناجها 100% شوفوا يعني كيفش كتجير طباء وكتجي معلكة السير دي التعليكة ديالا هي الطياب ديالها يعني ما كان نخلي واش حتى كنت نشوف الفرن كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو دياليوم يعجبكم ويكون قتراح لطبيلات ديال الفطور تلعيد ديالكم ان شاء الله عيدكم مبارك سعيد بصحة والسلامة وكل ما تمنيته ان شاء الله وكنتمنى ان نكون دائما عند حسن طن ديالكم ما تبخلوش عليا بلي لايك فضلا وليس امرا الى اعجبكم فيديو بارتاجيوا مع الاهل والاحباب باشتعون فائدة والسلام عليكم ولقاكم فيديو مقبيل الى اللقاء